السلام عليكم أصدقائي كيف حالكم متعملين على قناة فيوتر كوين وقناة بيتسي وورليد علم بيتكوين ارتفاع البيتكوين اليوم لمسنا منطقة 24300 وكمان عندي استحواذ البيتكوين في حالة ارتفاع كلها المواضيع هتكلم علي بهاد الفيديو لين رايحين في سوق الكريبتو امن برش الفيديو اتمنى تضغط على زر اللايك وتشترك بالقناة وفعل زر الجرس حتي وصلك كل جديد في عام عملات رقمي ولا تنسى تضمن قناة تليجرام راح تلاقي الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط راح تلاقي موجود كمان في بنار القناة خليكم معنا اصدقائي لبعد الانترو اصدقائي خلال الفترة السابقة تشاك كان عندي وجز صاعد وبعدها استعدافنا منطقة 2500 ولمسنا منطقة 19500 عندما كان تواجد موفيق ابرج 200 تكلمنا في فيديو قلت اي اقفال اعلى منطقة 2500 هذا الشير هي خلينا نرتفع بشكل كبير لمناطق 24000 بالفترة السابقة تشكل عندي وجه هابط نهاية الوجه نهاية الوجه الصاعد هو الهبوط ونهاية الوجه الهابط هو الصعود تم كسر الوجه وتوجهنا الى مقاومة 25200 وصلنا لمنطقة 24500 حاليا متجهين خلال الساعات القادمة لمناطق 25200 لازم يكون عندي اقفال شمعة يوم اعلى مناطق 25300 لما اقفل شمعة يوم انهنا اقفلنا اعلى مقاومة عنيدة جدا اخر تداول اصدقائي اعلى هاي المقاومة كان بالشهر الخامس 2022 يعني تقريبا من 11 شهرا حاليا عند الداول وقريبين جدا من اغلاق شمعة يوم اعلى 25300 بعد ما يتم الاغلاق اعلى 25300 هدف سيكون على بيتكوين مناطق 28000 دولار ومناطق 30000 دولار هاي المقاومتين التاليات لعندي البيتكوين اذا بناغلق شمعة فوق 25000 دولار لكن اذا تشوف سوق الكريبتور البيتكوين ارتفع بالنسبة 10% وسوق العملات المشفرة والالتكوين ارتفع بالنسبة قليلة جدا شو سبب هذا الارتفاع القليل طبعا عندي ارتفاع باستحواذ البيتكوين ارتفع على استحواذ البيتكوين ووصلنا الى 44.8% حاليا وصلنا لمقاومة مقاومة الاربعة ومقاومة 45% مقاومة عنيدة على استحواذ البيتكوين ممكن يشوف تقلص باستحواذ البيتكوين وتوقف بالارتفاع الخاص بالبيتكوين وشوف ارتفاعات بالالتكوين يعني ممكن العملات المشفرة ارتفعوا 10-15% من الوقت الحالي لكن البيتكوين لا يرتفع بهذه النسب مثل ما نعرف البيتكوين ينخفض 5% وعملات مشفرة ينخفض 20% لكن حاليا نرى ارتفاع البيتكوين أكثر من ارتفاع سوق العملات المشفرة والالتكوين وهذا كله يعتمد على ارتفاع استحواذ البيتكوين وصلنا لمقاومة وننتظر حاليا تراجع استحواذ البيتكوين حتى يبدأ الارتفاع بسوق الكريبتو طبعا ارتفاع البيتكوين صار نتيجة تغريدة من سيزي باينس سيزي باينس ضحى بالبيو اس دي وحول مليار دولار من عملة البيو اس دي الى البيتكوين وبين بي واثريوم يعني منصة باينس ضحى بعملة المشفرة الي هي بيو اس دي مليار دولار من عملة البيو اس دي انتقلت الى البيتكوين هذا الشيء ادى الى زيادة في السيولة وعمل فوم كبير على سوق العملات المشفرة اصدقائي انكم وصلنا هاين الفيديو بتمانا الفيديو كلنا اعجابك لا تنسى تشترك بقناة تفعل زر الجرس وتضغط اللايك حتم صورات كل جديد في عام أمات المشافرة مع السلامة دمتم من خير